لا بد أن نميزه فيما بيننا وبينهم نحن مظاهر عرضية وهم حقائق ذاتية وفارق كبير بين هذين الأمرين صحيح أن الأمور الدنيوية الترابية تجري عليهم وهذا جزء من الحكمة الإلهية ولأنهم في مقام من مقاماتهم بالنسبة إلينا يمثلون الأسوة فمقام الأسوة بحسب الحكمة يقتضي أن تجري الأمور الترابية عليهم هناك آية في الكتاب الكريم آية مهمة جدا إذا فهمت بدقة فإن الأمور ستكون واضحة إنها الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الأنعام ولو جعلناه ملكا الحديث عن الرسول الذي يرسله الله إلى الناس فإنه يرسل رسولا من الناس إليهم إلا أنهم يقولون لماذا لا يرسل إلينا ملكا من الملائكة في الآية السابعة بعد البسملة من سورة الأنعام وما بعدها ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لو لا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون حينما يقولون لو لا أنزل عليه ملك يريدون أن يروا بأم أعينهم ملكا رسولا من الله بحسب ما هم يريدون وبحسب ما هم يتصورون كلامنا في الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الأنعام ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لا بد أن يكون منسجما مع الواقع الذي سيتحرك فيه حتى يستطيع أن يتواصل مع الناس قوانين المدارات لا بد أن تعرفوا هناك مدارات تكوينية وهناك مدارات تشريعية هذه مدارات تكوينية لا يستطيع الملك أن يتواصل مع الناس إلا عبر هذه المدارات التكوينية نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله حينما يقول من أننا يتحدث عن نفسه وعن أمير المؤمنين يتحدث عن نفسه وعن آله من أنه ما حدث الناس ولا هم أيضا حدثوا الناس ما حدث الناس قاط على قدر عقله وإنما حدث الناس بقدر عقوله هذا الكلام في الأفق الأول منه يرتبط في جانب التشريع وفي جانب الألفاظ ولكن في الكلام إشارة عميقة إلى المدارات التكوينية المعصوم ولايته تكوينية وتشريعية وقوانين المدارات منها ما يرتبط بالتكوين ومنها ما يرتبط بالتشريع والآية واضحة إنها مثال من أمثلة المدارات التكوينية ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ما يلبسون وليس ما يلبسون دققوا النظر في الآية وللبسنا عليهم ما يلبسون وليس ما يلبسون ولا توجد قراءة حتى عند المخالفين لا توجد قراءة ما يلبسون ما يلبسون إنه اللباس الثياب أما ما يلبسون فإنه اللبس الأمور التي تجعل عقل الإنسان مضطربا الأمور التي تلتبس وتضطرب بسببها العقول والقلوب من هنا جاء في وصف الفقيه الذي هو من فقهاء العترة الطاهرة من أن اللوابس لا تهجم عليه لا تهجم عليه اللوابس هذا هو الفقيه المفهم وليس الذي يعد نفسه فقيها أو أن الشيعة تعده فقيها وإنما الذي يعده محمد وآل محمد من أنه فقيه فهذا هو الذي لا تهجم عليه اللوابس من اللبس والالتباس فلا توجد قراءة عند المخالفين يلبسون من اللباس هناك قراءة عندهم ولا أبالي بقراءاتهم لكنني أريد أن أوصل رسالة إليكم من أنني حينما أحدثكم أحدثكم ويد مملوءة بالمعلومات وما أحدثكم به هو أقل مما لا أحدثكم به كي تعرفوا من أن المطالب التي تطرح بين أيديكم تستند إلى بحث طويل وإلى تحقيق عميق هناك قراءة عند المخالفين يلبسون إنها قراءة ابن محيص من قرائهم ولا شأن لنا بهم ولا بقراءاتهم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون إنها مدارات تكوينية من أننا سنظهر الملك لهم بصورة رجل منهم هم الذين يريدون أن يخلط على أنفسهم فنحن سنقوم بهذه المدارات التكوينية سنخلط عليهم هم الذين يريدون هذا الالتباس هذه حقيقة خطيرة من حقائق القرآن دقق النظر فيها وانظروا إلى سذاجة وبداوة دين سقيفة بن ساعد ودين سقيفة بن طوس هذا هو دين الأعراب أما دين الحقائق ودين العمق مثل ما يقول أمير المؤمنين عن قرآنه عن قرآن محمد وآل محمد من أن ظاهره أنيق وباطنه عميق هذه مدارات تكوينية والمدارات التكوينية قانون واسع واسع جدا فما يجري على محمد وآل محمد من الشؤون الترابية هو داخل في قوانين المدارات التكوينية فافهموا 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 وتبصروا ما هذا يجري على الملائكة ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم على الناس ما يلبسون ما يلبسون على أنفسهم فلذا تأتي المدارات التكوينية هنا لأن الناس يريدون هذا لأن الناس يريدون هذا تأتي المدارات التكوينية هنا هو لأجلهم لصلاحهم أئمتنا هكذا يقولون بليت هنا مع الناس عظيمة إن دعوناهم لم يستجيبوا وإن تركناهم ضلوا بغيرنا فإن غيرنا سيضللهم لأنهم يستجيبون لغيرنا وهذا هو وحقع الشيعة بالضبط دين العترة هذا لا يستجيبون له يستجيبون لأولئك البتريين لأولئك المرجئيين الطوسيين إن بليتنا بالناس العظيمة إن دعوناهم لم يستجيبوا وإن تركناهم ضلوا بغيرنا هذه حقائق دين العترة الطاهرة ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون عملية واضحة من عمليات المدارات التكوينية لا تتوقع أن المدارات تشريعية فقط نسبة المدارات التشريعية إلى المدارات التكوينية قليلة جدا أكثر المدارات في شؤون محمد وآل محمد مدارات تكوينية ولو فهم الشيعة هذه الحقائق لتوضحت كثير وكثير وكثير من الأمور أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف إنها كلمات علي وكلام علي علي الكلام علي الكلام وكلام الإمام إمام الكلام هذا هو كلام الإمام كلام أمير المؤمنين كلام الأمير أمير الكلام هو هو كلام رسول الله هو هو كلام الله كلام علي كلام محمد وكلام محمد كلام الله هذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان إنها الصفحة الثامنة والسبعون من الخطبة السابعة والثمانين أذهب إلى موطن الحاجة من كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيها الناس أيها الناس أيها الناس يا ليت الناس يستمعون لعهلي يا ليت هم يستمعون لعلي وماذا يقول أيها الناس أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم إنه يموت من مات منا من محمد وآل محمد إنه يموت من مات منا وليس بميت ويبلى من بلي منا وليس ببال فلا تقول بما لا تعرفون أنتم تعيشون ما بين مدارات تكوينية ومدارات تجريعية ولذا الحل الوحيد التسليم 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 قد أفلح المؤمنون قد أفلح المسلمون الفلاح في التسليم لمحمد وأهل محمد مثل ما قال أمير المؤمنين في حديث الحقيقة لكميل كميل سأله عن الحقيقة إلى أن قال له أمير المؤمنين يا كميل يا كميل أطفئ السراج أطفئ السراج فقد طلع الصبح أطفئ السراج إذا أردت أن تتعامل معنا من دون قوانين المدارات التكوينية والمدارات التشريعية أطفئ عقلك أطفئ السراج أطفئ السراج فقد طلع الصبح إذا كنت تبحث عن الصبح فعليك أن تطفئ السراج لأن السراج لا ينفع مع طلوع الصبح السراج ينفعك حينما تكون في الظلام حينما تكون قد وصلت إلى الصبح فإن السراج ليس بنافع أطفئ السراج يا كميل أطفئ السراج فقد طلع الصبح أعود لكلام علي أيها الناس أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم إنه يموت من مات منا وليس بميت ويبلى من بلي منا وليس ببال فلا تقول بما لا تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون فإن أكثر الحق فيما تنكرون هذه قواعد المنطق العلوي إذا كنا نبحث عن المنطق العلوي فلا تقول بما لا تعرفون أنتم غاطسون في بحر من تطبيقات قوانين المدارات التكوينية والمدارات التشريعية فلا تقول بما لا تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون كلمات مهمة وواضحة جدا إنه يموت من مات منا وليس بميت هذه مدارات تكوينية مدارات تكوينية لماذا؟ لأنني سأبين لكم لأنني سأبين لكم من أن النظام التكوينية من جملة قوانينه التدمير الذات والموت نتاج لهذا القانون محمد وآل محمد ليسوا خاضعين لقانون التدمير الذات كل من عليها فان ويبقى وجه ربك هم وجه ربك كل من عليها فان إنه قانون التدمير الذات ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذه الحقائق ليست خاضعة لقانون التدمير الذات سيأتينا الكلام تباعا إنما هو بيان إجمالي بحسب ما يسمع بالمقام وماذا نقرأ أيضا إنه الجزء السادس والعشرون من بحار الأنوار للمجلس وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة السادسة حديث المعرفة بالنورانية إنه من أضعف الأحاديث بحسب قذارات علم الرجال الطوسي حديث ضعيف جدا لكنه يا سلمان ويا جندب وجندب هو أبو ذر يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين قال إن ميتنا لم يموت وكيف يموت نحن نموت لأننا خاضعون لقانون التدمير الذاتي أما هم فوق هذا القانون نحن كائنات بشرية في حقائقنا أما هم كائنات إلهية في حقائقهم مظاهرهم بشرية حقائقهم إلهية نحن مظاهرنا بشرية وحقائقنا بشرية أما هم مظاهرهم بشرية في هذا العالم الذي نعيش فيه ويكونون بين أظهرنا لكن حقائقهم حقائق إلهية يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين قال إن ميتنا لم يموت وغائبنا لم يغب وإن قتلانا لن يقتلوا لن يقتلوا كيف يقتلون هذا قتل ظاهري نحن لا ننفي القتل عنهم مثل ما تفعل الفرق الباطنية الضالة هذا هو ديننا نحن نقرأ في توقيع إسحاق ابن يعقوب وقد ورد هذا التوقيع بخط إمام زماننا على السفير الثاني وفيه أجوبة على أسئلة إسحاق ابن يعقوب إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كمال الدين للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران في الصفحة السابعة بعد المئتين مما جاء في التوقيع الشريف وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال الحسين مزقته السيوف وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وهو يتحدث عن قتل الحسين يقول من أنه سيقتل قتلة ما قتل بها أحد لا قبله ولا بعده السلام على المجرع هكذا نخاطبه في زيارة الناحية المقدسة إنها الزيارة التي وردتنا من إمام زماننا السلام على المجرع بكاسات الرماح السلام على المجرع لقد تجرع تجرعا السلام على المجرع بكاسات الرماح السلام على المغسل بدم الجراح جراح جراحه بجنبها جراح جراحه فوقها جراح جراحه ببطنها جراح السلام على المغسل بدم الجراح السلام على المجرع بكاسات الرماح السلام على المنحور في الورى الحسين نحر وذبح السلام على المنحور في الورى السلام على المقطوع الوتين هذه عملية الذبح وهذه عملية النحر السلام على المنحور في الوراء النحر غير الذبح لا أريد أن أدخل في تفاصيل الزيارة الشريفة إمام زماننا في هذا التوقيع الشريف يقول وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ زَعَمَهُ النصيريون يزعمون هذا وغيرهم من الفرق الباطنية كالسبائيين والخطابيين وسائر الفرق اللعينة الأخرى من الغلاد وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال هل هناك من تناقض بين هذا وبين الذي بيّنته ما كل هذا يقع في دائرة قوانين المدارات التكوينية يَا سَلْمَانُ وَيَا جُنْدَبُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ إِنَّ مَيِّتَنَا لَمْ يَمُوتُ وَغَائِبَنَا لَمْ يَغِبُ وَإِنَّ قَتْلَانَا لَنْ يُقْتَلُوا لَنْ وَإِنَّ قَتْلَانَا لَنْ يُقْتَلُوا تستغربون من هذا ستتضح الأمور هذه لان للنفي التأبيدي الإمام ما قال وَإِنَّ قَتْلَانَا مَا قُتِلُوا قال وَإِنَّ قَتْلَانَا لَنْ يُقْتَلُوا قال إن ميتنا لم يمت وغائبنا لم يغب وإن قتلانا لن يُقْتَلُوا لن يُقْتَلُوا هل هذا يعني أن القتل الترابية لا يجري عليهم واضح توقيع إسحاق بن يعقوب فإن القتل الترابية سيجري عليهم والذي ينكر هذا فإنه سيصبح كافرا كلام الإمام واضح جدا الموضوع لا يكتمل بهذه العجالة عليكم أن تصطبروا علي وشيئا فشيئا سيتضح المعنى هكذا نزور سيد الشهداء إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان للمحدث القموي إنه الكتاب المتوفر لديكم زيارة قصيرة مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه نزور بها سيد الشهداء هكذا نخاطبه أشهد أنك قتلت قتلت ولم تموت أشهد أنك قتلت إنه هذا القتل الذي جرى على سيد الشهداء هذا القتل الترابي أشهد أنك قتلت ولم تموت لأن القتل شيء والموت شيء آخر هذا في الناس فما بالكم في محمد وآل محمد فإن القتل في الناس شيء والموت شيء آخر فما بالكم في محمد وآل محمد أشهد أنك قتلت ولم تموت بل برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك أنت مصدر الحياة فكيف تكون ميتا أشهد أنك قتلت ولم تموت بل برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك وبضياء نورك اهتدى الطالبون إليك وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة أقرأ الكلمات كلمات مرة أخرى عليكم تدبروا فيها عودوا إليها إنها من زيارات سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه والتي تأتي تحت هذا العنوان الثالثة زيارة النصف من شعبان في سياق هذا العنوان أورد المحدث القم هذه الزيارة المروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أشهد أنك يا حسين يا حسين يا حسين أشهد أنك قتلت ولم تموت بل برجاء حياتك حييت قلوب شيعتك وبضياء نورك وبضياء نورك وبضياء نورك اهتدى الطالبون إليك وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا هذه الزيارة لخصت كل الكلام الذي مر علينا وجاءت بعبارات مونقة رائقة سلسة جميلة هذه هي زياراتهم وأدعيتهم التي جعلوها لنا منابع معرفة وعيون عقيدة صافية هذا هو منهج العترة الطاهرة وهذه هي الحكمة اليمانية التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وأهله نذهب إلى فاصل